في صباحك مصري بيكون معنا فقرة كده للمبدعين وللفنانين النهاردة الحياة معنا فنانة من نوع خاص موهبة موسيقية مصرية اخترت العصفة على آلة خاصة ونجحت في خطف الأنظار بموهبتها الكبيرة النهاردة الحياة منورني دعاء عبد الحميد عزفة آلة الفلوت فهنتكلم معها بشكل أكبر عن الفلوت وعن عصف المقطوعات الموسيقية وحنتعرف عليها كمان بشكل شخصي ده أصبح عليك أهلنا سهلا من نور الدنيا كلها ربنا يبارك فيك يا رب آلة جميلة ورقية وأكيد برضو اللي بيختارها بيكون عنده حس فني مختلف يعني أهو عايزين نعرف الناس بيك الأول كده ونعرفك كمان إزاي الناس ممكن تكون بتحب تسمع آلات معينة أو نوع معين من الموسيقى هو عامة أنا بدأت عاصف الفلوت من وانا صغيرة دخلت واختارت قالت الفلوت من بين آلات كتير قوي حسيتها شبهي يعني آلة صوفت كده ولطيفة وصغيرة على قد حجمي يعني فيها لتبتقى يا ملاقة آه ما حبتش ده ده كانت هتبقى صعبة قوي بالنسبة لي يعني الموضوع كنت صغيرة قد كده ديف اللطيف آه لطيفة وشلتها لطيفة وصغيرة على قد قوي بس بتقطع النفس؟ والله هو بكل حاجة بالتمرين بتبقى حلوة جدا يعني لو اتمرنا كويس ما فيش بقى موضوع بتقطع النفس ده ده بيبقى تمرين في الأول في الآخر هل شفت حد بيعزف كده لفت نظرك قلتين عايزة كونه زي فلين؟ والله أنا أصلا أصلا أول ما بدأت عزف فلوت ما كنتش أعرف يعني إيه فلوت ولا عرف عنه ولا سمعت عنه أساسا أنا كنت رايح عزف بيانو أساسا يعني ما قال البيانو هو المين بتاع آه أنا كنت بحب البيانو جدا وكان أخوي قابليها بيعزف كمانجا فكنت بروح معاه الأول للكونسير وشفت البيانو عجبني الصوت بتاعه فاللي حصل إن أنا السن بتاعي مش هينفع للبيانو وكان ينفع لقلات تانية من ضمنها الفلوت فحسيت إن الفلوت شديني قوي يعني آلة لطيفة وسمعوني صوتها فاتبسطت بيها قوي ده يمكن النصيب بقى آه ده حدي حقيق ده حقيق وبعداتي بقى تشتغلي بقى طول الفترة من وقت كده التحقق بالكونسيرفاتور لا درست الأول في الكونسير العشر سنين بتاع الكونسير وبعد كده بدأت بقى يعني أنا درست كل الدراسة بتاعتي غربي بس كنت حب أعذف حاجات بتاعتنا يعني فيروز عبد الحليم يعني إحنا مصريين فحب أعذف على قلتي الحاجات اللي بأسمعها دايما بس الفلوت بيقول شرقي وغربي بيقول شرقي من غير حاجة اسمها سيك يعني الحاجات اللي فيها الطرب بتاعتهم كل سوء مثلا عبد الوهاب الحاجات اللي فيها طرب بزيادة بيبقى صعبة على الفلوت لأنه مش آلة غربية في الأول وفي الآخر بس فبقول الحاجات اللي تبقى مناسبة للآلة كويس واستمر تلقتك بالآلة دي بقى لغاية دلوقتي أوه لغاية دلوقتي احترفتها؟ الحمد لله نوع الله أنت كمان قلتلي أنت برضو يعني مش بتهزفي بشكل مباشر في دار الأوبرة على سبيل المثال ولكن أنت يعني محترفة بشكل شخصي بالزبط كده أنا بحب أعزف لوحدي يعني بحب أطلع اللي عندي آه بحب النوتا وكل حاجة بس النوتا مش بتخليك تطلع الجواك أنت بتبقى ملتزم بحاجة مكتوبة قصادك وخلاص آه أنت عايزة تعزفي وتفرجي على النص برحتي آه برحتي يعني أعزف بقى وأقول حاجات يعني أنا اللي مطلعاها أنا اللي حستها غير النوتا النوتا بتبقى لطيفة وكل حاجة بس هي دي لقصادك ما مش كيش اكتهاد آه ما ينفعش تعمل حاجة برها نهائيا ولازم تبقى مع الأوركسترا سامع مين بيعزف إيه وهتدخل إنت فين وهتطلع منين آه لكن لما بتعزف لوحدك كده برحتك موضوع آه بيبقى حلو قوي يعني بس هي القلة دي أنا يعني أعرف أن هي بتكون دايما جوة أوركسترا هي مش بتتلعب لوحدها كتير آه هو هو الشكل بتاع الفلوت تتحط في قالب الأوركسترا بس هو عادي ممكن نعزف مفيش آه آه مفيش أي مشكلة خالص بالعكس بيبقى الصوت حلو قوي يعني لما القلة بتعمل حاجة يعني سولو لوحدها أو تعزف أغنية سولو من غير حاجة بس بيبقى بمصاحبة مزيكة آه بس تبقى هي اللي بتعزف المين إيه الحاجات الحلوة اللي أنت قلت أنا حلع فيها براحتي حفرد عضلاتي كده وأنا بعزفها والله أنا بحب بعزف حاجات بتاعت فيروز كتير أنا أصلا بحب فيروزي كلنا طبعا آه يعني سواء عزف أو غنى يعني دايما أنت بتغني كمان؟ آه والله تبدأنا نسمع لتنين يا يا يلا